الأمن المشترك وفي أوائل هذا العام أرسلنا عدد إضافي من القوات الأمريكية ليصل الإجمال إلى 100 ألف وسنواصل تعزيز قواتنا لنكون قريبين من حلفائنا وهنا في إسبانيا سنعمل مع الحلفاء لتقديم من 4 إلى 6 قوات وفي بولندا لدينا هناك مقر رئيسي وسنعزز قواتنا الأمريكية في المنطقة الشرقية وسنعزز أيضا قواتنا بألفين من الجنود وفي فريقنا الموجود في رومانيا وسنعزز أيضا نشر القوات الدوري وسندرسل إضافيتين إلى بريطانيا وأيضا دفاعات جوية في ألمانيا وإيطاليا ونحن مع حلفائنا سنعمل على ضمان أن يكون الناتو قادر على مواجهة كل التهديدات من كل المناطق في كل مجال جوا وبرا وبحرا وفي ضل الوضع الأمني في أوروبا فإن الولايات المتحدة وحلفائها ستسعى لتعزيز موضوعها وجهود الناتو أكثر حاجة الآن مما كانت عليه في السابق أود أشكر كيان على قيادتك لهذا التحالف في هذه الأزمة وعملك لتعزيز الناتو ومواجهة كل التحديات وأتطلع لمناقشاتنا القادمة شكرا لك شكرا لك شكرا لك رئيس بايدن يسرني أن ألتقى مرة ثانية هنا في مدريد بعد لقائنا في واشنطن وأشكركم على قيادتكم والتزام الولايات المتحدة للناتو والأمن الأوروبي وبالإعلان الذي قدمته بزيادة الوجود الأمريكي في أوروبا وهذا يبين القيادة الحاسمة لكم ونرى أنه هناك دعم لا يتزعزع منكم لأوروبا ولأوكرانيا وبعد قمة اليوم سنلتقي بالرئيس زيلنسكي الذي سيلقي كلمة في القمة وستكون قمة تاريخية وقمة تؤدي إلى التغيير سنتخذ فيها قرارات تغير هذا التحالف على مدى السنوات القادمة سنتبنى مفهوم استراتيجي مختلف فالعالم أكثر تنافسية وأكثر خطرا كلنا نتفق على أننا يجب أن نقف معا وهذا ما ساعدنا في الحرب الباردة وثم نضع دول إضافية للاندمام لنيتو وأبواب النيتو مفتوحة والرئيس بوتين لم ينجح في إغلاق هذا الباب بل نعمل على تحقيق العكس وإنما أراد أن يقل تواجد النيتو لكننا نرى المزيد من الاندمام إلى النيتو نحن قدمنا الدعم لأوكرانيا ونحن الآن قادرين على أن نقول أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يزيدون الجنود والجاهزية والإنفاق الدفاعي وإضافة 350 مليار دولار أمريكي لتعزيز القوى الدفاعية وهذا يعزز قوتنا دائما كان هناك سؤال مطروح حول فنلندا والسويد وقلت أن بوتين يسعى لتقليل النيتو في أوروبا لكنه سيحصل على العكس نحن نقوم بضمان الأمن لأوروبا وبالتالي من الضروري لذلك وأنا أتطلع لهذه النقاشات شكرا لكم